ويجب مواصلة العمل وفق تعليمات الجبهة الداخلية أطلب منكم مواصلة الانتباه واليقضى خلال عملياتنا الدفاعية قمنا بعدد غير قليل من اعتراضات الصواريخ وهناك إصابات قليلة جدا في مركز البلاد والجنوب حتى الآن لازلنا نقيم الأوضاع لا نعرف عن أي إصابات وهذا بفضل تصرفكم المسؤول وإضافة إلى ذلك فنحن نطلب منكم عدم منح العدو أي معلومات وكشف مناطق إصابات أو سقوط الصواريخ نحن في جاهزية عليا دفاعا وهجوما وسنحمي مواطني دولة إسرائيل سوف تكون لهذا القصف إسقاطات وتبعات وسوف نعمل في الوقت والزمان المناسبين أنا سأظل هنا على امتداد المساء لأطلعكم على كل مستجدات واصلوا تصرف أبو مسؤولية أسئلة سؤال من والله هل تتوقعون قصفا إضافيا؟ كما قلت أنا آتيكم بعد تقييم الأوضاع مع رئيس الأركان وسلاح الجو وشركائنا في الولايات المتحدة وفي هذه المرحلة لا نلاحظ وجود أي تهديدات إضافية في مجالنا الجوي ولذلك أصدرنا تعليماتنا بإمكانية الخروج من المناطق المحصنة وسنواصل متابعة الأمور والتطورات وإذا وجدت مستجدات سوف نطلعكم عليها وسأكون أنا متواجدا هنا سؤال من قناتنا عشر هل سيرد الجيش في الوقت القريب؟ كما قلت نحن وضعنا مخططات وجهزية عالية دفاعا وهجوما وسنجري تقييما للأوضاع وسنرد في الوقت والزمان المناسبين هل وفق تقديراتكم نحن في حرب إقليمية؟ مرة أخرى نحن في حرب متعددة الجبهات منذ وقت طويل وهذه ليست المرة الأولى التي فيها نتعرض لقصف من إيران وهذه الهجمة كانت واسعة النطاق من حيث عدد الصواريخ وانتشارها وهناك كثير من سقوط الصواريخ ولكن دون إصابات بشرية والسبب هو الالتزام بالتعليمات وكذلك ما فعله شركاءنا في الدفاع عن مواطني إسرائيل سوف نواصل العمل بهذا النهج في الدفاع وفي الهجوم سؤال من إسرائيل اليوم هل الجيش مستعد لشن ضربة فورية في إيران؟ نحن في أوج استعدادنا ونحن نقود قتالا في عدة جبهات هذا القصف خطير جدا وستكون له تبعات في المكان والزمان الذي نقرره شكرا لكم سوف أعود لأطلعكم على أي مستجد وأرجو من المواطنين أرجوكم واصلوا التصرف بمسؤولية سلوككم حتى الآن كان مشرفا ترجمة نانسي قنقر